بخلينا روح لنقطة مهمة جدا هل تتوقع سيناريوهات بديلة لقصة عيد لمواجهة الحراق وأنا أعني بهذا السؤال هل قصة عيد أصبح وحيدا في ظل غضب كافة الطيارات منه وأريد أن أؤكد على ذلك كانت معي الدكتورة صحر بخريس وهي أحد التونسيات التي تعشق تونس وتعشق تراب الوطن كانت موجودة معي هنا في هذا البرنامج في لقاء على الهواء مباشرة وقالت لي بالحرف وهذا الكلام مصور ومسجل أنا كنت مع قيس سعيد والآن بعد أن انفرض بالقرارات وانفرض بالحكم ويريد أن يكون هو الرجل الأوحد فأنا أعلن أنني ضد هذا الرجل هل هذا النموذج متكرر الآن ومن خضع في قيس سعيد يعلمون تبرؤهم منه الآن يا فندم طبعا كثيرين كثيرين جدا يعني فيه جزء كبير من الطبق السياسي فيه حتى ناس حرضوا على الانقلاب ودفعوا قيس سعيد إلى الانقلاب وفي الأخير تراجعوا لأنهم شافوا أنه الدواء يعني أمر من الدان صح التعبير يعني زي عبيل موسى مثلا يا دكتور أعتقد أنه ربما هي أقل لك الكثير من الأطراف السياسية الآن سحبت نفسها خاصة وأنها انتبهت أن هذا شخص غير سوي وأنه شكل خطر على الدولة وأنه غير قادر بوضوح على إدارة شؤون الدولة أنا أخشى ما أخشى هو نوع من الانقلاب الطبي وأنه يطلع علينا ربما ناس من الدولة العميقة أنهم يقولوا لا هذا شخص غير سوي ولأسباب صحية نحن سنعزله ثم نحن وسنتمكن يعني يصير فيه نوع من السيناريو السوداني لا دي نقطة مهمة جدا فاندي ما عليش عايز حديثك تشرح لنا بالراحة يعني إيه انقلاب طبي انقلاب طبي وقع الانقلاب الطبي في عهد بورجيبة أنه اعتبر غير عاجز وغير قابل يعني يكون رئيس جمهورية فتم عزله ثم جاء بن علي على أساس أنه سيحقق أمال التونسين من الممكن أن يصير فيه هذا نوع من الحل الانقلاب الطبي وأن تكون هناك نوع من النموذج السوداني وأن يكون هناك مجلس يسمي نفسه مجلس الانتقال للديمقراطية ويكون هذا المجلس ربما هو الذي سيتمم المهمة التي لم يستطع قيسع عيد إتمامها لا وهي القضاء على الديمقراطية حقيقية يعني بتمامها وكمالها ولهذا أنا أحذر دائما وأبدا طبقة سياسية وأحذر الشعب التونسي يقولهم لا أنه إحنا لابد أن يكون عرض سياسي واضح أنه نحن سنعيد السلطة إلى الشعب بانتخابات حرة ونزهة رئاسية وتشريعية لكن على أسس صحيحة بحيث تصفر برلمان متجانس برلمان فيه أغلبية تستطيع أن تحكم إلى خيره وبالتالي أنا أعتقد أنه فيه سباق الآن من بين الحل الذي يمكن أن يخرج من الدولة العميقة والحل الذي يجب أن يكون معدا من طرف شعب المواطنين ومن طرف القوى السياسية الوطنية الديمقراطية رائع جدا أن حضرتك بتحاول برضو تطرح أمامنا سيناريوهات متوقعة ترجمة نانسي قنقر